يشهد القطاع العام الأردني تحولا نوعيا في إدارة الموارد البشرية حيث تهدف التعديلات الجديدة إلى بناء كادر حكومي مؤهل وكفؤ قادر على مواجهة تحديات المستقبل التعليمات الجديدة تتيح للمؤسسات والدوائر الحكومية استقلالية أكبر في استقطاب الموظفين المؤهلين من ذوي الخبرات بعدما كانت هذه الصلاحية مناطة بدوان الخدمة المدنية سابقا وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من وجهة نظار الحكومة سيلمس المواطن الأردني أثار التعديلات الجديدة على آليات التوظيف في القطاع العام حيث ستؤدي هذه التعديلات إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية كما ستساهم في خلق فرص عمل متساوية للجميع لكن اعتماد هذا النظام يهدد مبدأ العدالة والإنصاف فبعد سنوات من الاعتماد على نظام الدور والامتحان التنافسي كألية عادلة لتوزيع فرص العمل تتجه الأنظار نحو خطط جديدة ترمي إلى إلغاء نظام الدور بالكامل هذا التحول الخطير سيفتح الباب واسعا أمام المحسوبية والمحباة وأيضا يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات الحكومية نظام الدور بالرغم من بعض السلبيات التي قد يواجهها إلا أنه يمثل ضمان أساسي لحقوق المتقدمين للوظائف ويضمن توزيع الفرص بشكل عادل ومنصف فمن خلال هذا النظام بعرف كل متقدم ما كانوا في قائمة الانتظار ويتأكد من أن فرصته ستأتي في وقتها المحدد أما إلغاء هذا النظام فسيحول عملية التوظيف إلى ساحة صراع مفتوحة حيث يحكم العلاقات الشخصية والنفوذ كل هذا بدل من الكفاءات والجدار هذه التعديلات تثير العديد من التساؤلات حول مدى قدرة القطاع العام على استعاب الكفاءات الجديدة وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم كما يطرح السؤال حول الأثار المترتبة على هذه التعديلات وعلى هياكل الأجور والرواتب في القطاع العام بدأ نحكي أكثر بهذا الموضوع معك أستاذ عصام أهلا وسهلا فيك من شديد أهلا فيك أهلا اليوم ساذ عصام بداية حابين نعرف أو تشرح لنا عن آليات الجديدة بخصوص طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية والتي جاءت ضمن نظام الموارد البشرية الجديدة يعني الحقيقة هذا موضوع جدلي ومهم جدا نحكيها بصراحة هو يومس جيل الانتظار جيل الشباب الذي يعني عمل ما عليه داعف على أهل الرسوم الدراسية وقدم بديوان الخدمة جيل الانتظار الأطلق عليه رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز جيل الانتظار الآن الآلية حتى نبدأ فيها أنه سيتم التعيين من قلال الإعلان المفتوح العام كان بنسبة 12% اللي هو عام 2023 عام 2024 الحالي 55% العام القادم 70% على جدول تشكيلات 26% والانتقال للتعيين المفتوح في عام 2027 يعني انتهاء نهائيا كله تقديم من خلال الدوائر والوزراء الدوائر الدوائر كامل الآن بعام 2027 الطلبات الموجودة ستكون غير موجودة طيب الطلبات اللي أصلا موجودة اللي عددها أكثر من 485 80 ألف طلبات ستكون غير موجودة آها هذه النقاط اللي إحنا سنتناول الموضوع يعني حتى نصل بتحقيق استغصائي أعلى همي هون سريع أولا حتى نكون يعني نوضح الأمور أنه أنشئ ديوان الخدمة المدنية عام 1955 بأيار عام 1955 استجابة للتطورات ظل على هذا المنوال وتقديم الطلبات حتى وصل إلى ما وصل عليه وسنناقش نحاول نناقش لماذا وصلت هذه الأرقام في مجلس الوزراء هون المفارقات ونحن نتكلم لسنا ضد أو ما نحن نتكلم معلومات وربما يصل المستمع أو المتابع لاستنتاجات أقر مجلس الوزراء في الحكومة السابقة في 27 ثمانية 2023 على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحل محل ديوان الخدمة المدنية الذي سينتهي عامل نهاية العام طبعا على أن تباشر هذه الهيئة أعمالها في بداية شهر كانو ثاني من عام 2014 وتغير فعلا الدور تكون مرتبطة وهانا مفارقة سريعة وتكون مرتبطة برئيس الوزراء ويتولى إدارة الهيئة رئيس برتبة وزير برتبة وزير خلينا ننتبه لها أنه رئيس الهيئة أصبح الآن براتب وشاغر ورات وزير الغاء طبعا في عام 2019 مشان نرجع لهذا الموضوع بعام 2019 ألغت الحكومة وزارة تطوير القطاع العام كاملي أنه من أجل أنه تغيير أسعب نطل الورقة في هذه الحكومة عودت وزير تطوير القطاع العام بتعيين معالي خير أبو الصعيليك إذن تطوير القطاع العام أصبح فيه جهتين وزراء اثنين نعم وزير ديوان الخدمة المدنية ووزير الآن موجود إلغاء 2019 تم إلغاء الوزارة توزيع الموظفين إنهاء المبنى عادت هذه الأمور دلالة أنه عن الخطة أنه كيف الآن سيصبح التعيين لا مركزي بإعلان من كل بتقدم له من كل بتقدم له والهناك لجني سيتم أنه بالنسبة لحكيناها طبعا كل سنة سيتم التقدم له من الجميع وستكون هناك لجني ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أنه بعام 2014 عندما أنهكت التعيينات بالفئة الثالثة البلديات وأوصلت مديونيتها إلى 350 دينار اضطرت حكومة عبدالله نصور في ذلك الوقت أنه تقول كل تعيينات البلديات عن ديوان الخدمة المدنية هناك تعيينات أدت إلى يعني شبه انهيار في كثير من البلديات وكذلك في الجامعات اللي الآن عليها مديوني أكثر من 80 مليون وهون 350 بدنا نضبط الأمر لأنه في في فوضى بالتعيينات الآن الأسئلة التي تطرح أنه من يضمن بهذه الآلية الجديدة يضمن هذا الموضوع حي قائمة تعيينات في النواب 120-109 نواب عينوا أبنائهم في مجلس النواب بالفئة الثالثة في عي سنة 2019 2019 يعني هذا ما نتكلم عنه هون كمان طبعا هذه بالوثائق نحن نجيبها أمر آخر أنه مثلا هي شراء الخدمات في وزارة المياه حول إلى مكافحة الفساد عين أشخاص متوفون ويأخذوا الرواتب وهي تعيين حوالي 1200 عقد شراء خدمات بعضهم لا يداوم وبعضهم متوفي وبعضهم محول إلى مكافحة يعني أنت بتلمح أنه الواسطة رح تشتغل لا أنا بلمح من الوقائع أنا بقدم وقائع أنه في ظل هذا النظام من يضمن هذه الآلية عندما تترك الحرية لكل مؤسسي وما ذن هؤلاء 450 ألف بعضهم إلو 30 سنة بعضهم إلو 25 سنة وكثير من الطلبات يمكن فيه كشف الآن سنحاول أنه نتناوله كثير منهم ما في أمل إلو أوكي أنا السؤال الذي يطرح نفسه هل هو مسؤول عن إبقاء التخصصات الراكدة في الجامعات سنتناول هذا الموضوع أيضا طب هذا الأمر مش رح يعزز مفهوم الكفاءة باختيار للموظفين وهلوم مجر لو بدأ أجيب لك بجيب لك 50 تقارير دوال المحاسمين دائما تتحدث عن التعينات التعينات أحنا لا نشكك بالمناسب ولكن لدينا شواهد كيف نبددها على الأقل كان نظام الدور أنه أنت تفتح على موقع لدوال خدم المدنيين وتشوف دورك ورقم واحد بالطفيلة بالكرك بالعقبة بجرش ورقم واحد أي تعينات صيدة لي أنا بروح فورا تعين دوري على الأقلية الآن لماذا لم توضح ديوان الخدمة شو الألية اللي إحنا بدنا نضمنها صحيح أنه أكدوا أن هناك كاميرات وهناك تسجيل وهناك أمور أخرى قد تضبط هذا الموضوع ولكن من يبدد قلق الأهالي الذي يساورهم على طلبات أبنائهم هذا الأمر الأمر الآخر حكينا أن طلبات التوظيف تجاوزت أربعمائة ثمانين ألف وبعضهم إلو أكثر من عشرين عام بانتظر الحصول على وظيفة حكومية النقطة اللي هي دائما يتحدث عنها ديوان الخدمة ممكن لما يطلع معنا طبعا القديم إحنا منحنا لا نتحدث عن الجديد يتحدث أنه أغلب هذه التخصصات ليس لديها فرصة عمل تخصصات راكدي وهي الأمر طبعا مصيرهم يعني بزط هاي تخصصات راكدي أنا اللي بدي أسأله أليس هؤلاء ذنب من بالتخصصات الراكدي ذنبهم عندما فتحت الجامعات القاصة والحكومية طبعا خصصات كانت موجودة وأنفق الأردنيين على دراسة أبنائهم حسب تصريح وزارة التعليم العالي ثلاث مليارات أمين عام وزارة التعليم العالي السابق ثلاث مليارات الأسبق عفوا ثلاث مليارات على تعليم المتعطلين على العمل حاليا ثلاث مليارات بيعت الأرض بيعت الذهبات المديونية قروض طلاب الجامعين على أبناء في تخصصات ليس لها مكان بالتوظيف نهائيا حتى مع الغادي والخدمة المدنية عندما يحمل شهادة علم اجتماع وعلم نفس ما هي فرصتها الموجودة بالسوق بالإضافة إلى أنه تحدث أنه أربع مليارات ونص تحت بند ما يسمى العائد المالي الذي كان يمكن تحققه فيما لو تحقى هؤلاء الطلبة بعمل منتج يعني أنت قصدك أصحاب هاي التخصصات ما رح تلاقي لحالها أغلبها يعني ممكن نستعرض نحن عندنا كشف الآن ممكن نستعرض أغلب التخصصات اللي موجودة نروح لأفاصل سادة إسلام ونرجع نكمل يعني في إطار هاي 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 بسينا ساحتين إغلاق مبنى تطوير القطاع العام وتوزيع الموظفين بعد سنتين بألفين وتساطعش ثمانية أربع فين وتساطعش تم إلغاء المبنى وتوزيع الموظفين من أجل التطوير والتحديث بخطة التحديث ولكنها عادت الآن نتحدث عن وزراء اثنين في تطوير القطاع العام يعني العديد من التساؤلات صلاحة بالضبط هذا بالآن أجبت يعني مشان ما يكون كلام إنه أسيرة تطرح صح اليوم إيجابيات وسلبيات هذا النظام المتعلق بالتحديث الإيجابيات مشان الإيجابيات إنه يعني من ينتظر سيتخلص من الانتظار إنه علي أن يبحث عن فرصة عمل بالقطاع الخاص يضع الشهاد التي درس فيها على جنب ويتعلم ويلجأ إلى التدريب المهني منذ جديد وهذا ما نطالب فيه إنه لا تبيان إليهم إنه الآن يجب إعادة إنه دراسة الخيارات من جديد ولكن السؤال بطرح لما يصل لأمر كبير جدا أنا بطلع حتى وأنه عندي جدول اللي بلجأ إلى التدريب المهني من تخصص كل ما علي التخصص باكالوريس أو دكتورة أو شي تقل يعني يجد في نفسه صعوبة إنه مثلا يروح يتعلم مهنة مثلا مكانيكي أو مهني أو أي مهني ثاني بعد هذه الدراسة والإنفاق والأمر المهم جدا وهذا ربما يحتاج إلى وقو إنه 73% من الطلبات في ديوان القدمة البدنية للإناث للإناث والتخصصات هي الراكدة أغلبا المجتمع علم نفسه إنسانية تخصصات إنسانية وهي راكدة أصلا وهي راكدة والأمر المهم جدا أنه في عام 2014 قرر الرئيس الوزراء عبدالله نصور إنه بدأت الملامح تزداد لجنة حكومية لإلغاء التخصصات الراكدة إنه في الجامعات يجب إيقافها لأنه يتظل هذا خسائر مالية لمستوى الأسرة وعدم استفادة هؤلاء ليكونوا جاهزين إلى السوق ومع ذلك لم يتغير يتغير شيء بهذا الموضوع عندما نطلع مثلا أنه حتى المهن الآن إترك التخصصات الإنسانية ولكن حتى المهن اللي هي عليها الإقبال مثلا الأطباء والصياد والمهندسين لو أخذ عينات عينات فيها يعني نتكلم أنه رغم أنه عدد الصيدليات خمس آلاف وهي من أكبر النسب ربما في العالم الصيدليات الموجودة ولكن لا زالت هناك عشرين جامعة تدرس تخصص الصيدلي رغم أنه نقابة الصيدلي رفعت الصوت عاليا أنه يعني ما في فرص عمل للبدرسهم بالخصص الصيدلي وأنه الآن مع ذلك هناك 12 ألف طالب على مقاعد الدراسة بتخصص الصيدلي لوحده ما فيه تنسيق أنا مثلا لغير ديوان الخدمي وربما نكون عن حياد نحن نقدم المعلومات هل صار تنسيق مع وزارة التعليم العالي لضبط المنظومة كاملة ولا كله يغني على ليلة هذا ما أدى إلى هذه التراكمات مثلا أنه 68% نسبة البطالة من المهندسين مهندس لكل 40 مواطن اللي على مقاعد الدراسة 42 ألف مهندس مثلا بالهندسة بدناش تخصصات إنساني يجب أنه عمل توضيح الصورة للناس واللي على مقاعد الجامعة واللي 70 ألف جامعات تخرج سنويا بتخصصات تخصصات راكدة والسوق الإدارة تحدثوا عن القطاع الخاص القطاع الخاص بذل الظروف الحالي يؤمن من 45 إلى 50 ألف فرصة بأحسن أحواله هل يستطيع استيعاب سنة واحدة من تخريج الجامعات هؤلاء وما يطلبوا تخصصات فنية محدودة في أمر الأمر اللي نحن ممكن الآن إذا بنعرض على الشاشة إنه في تخصصات عليها طلب بالعالم إذا مثلا الخريج إذا تدرب وكان بهني مش موجود بالأردن ممكن يستفيد بفرصة عمل وين في الخارج لماذا لم يكن هناك تركيز عليها يعني إذا نعرض بالله الشباب عرضون للسلايذات بالضبط إنه في تخصصات مثلا تخصصات كثير موجودة مثلا الأمن السبراني لماذا لا نركز عليه في كل دول العالم الآن يعني أغلب الوظائف الذكاء الاصطناعي الروبوتات الواقع الإفتراضي أمن المعلومات الفضاء الرقمي التحقيقات الجنية التسويق الرقمي أمن المعلومات بيقول لك إنه تخصصات مطلوبة على مستوى المملكة وعلى الخارج صحيح لماذا مثلا الإحصاء الأمن السبراني يعني التقنيات الحديثي هاي مثلا على الآن هذا من موقع ديوان الخدم المدني سابقا احنا بعدنا بندرس تربية نفس وعلم نفس هذا ما نتكلم عنه هاي تخصصات المشبع شكرا شكرا هذا ما نتكلم عنه مثلا هاي حكينا عن الهندس الصناعي الكاروبائي المدني المعماري تغذية وتصنيع غذائي هاي مشبعة اه مشبعة اه مثلا كيميا احياء لغة انجليزية تربية رياضية المجتماع علم نفس ارشاد فنون جميلة لغويات مكتبات توثيق ومصادر خلافة هاي تدرس بالجامعة الخاصة ولا الحكومة لحد الآن بالجالين قلت لك إذا أنا بدي أعمل يعني الأرقام كبيرة جدا هاي ممكن تعرض على الشاشة نحاول نقرأ لما شان الأخوان على الإذاعة أنا اللي بدي أسأله إذا أردنا منظومة إصلاح لتحديث القطاع العام يجب أن تشمل لكل إيقاف هذه التخصصات الراكدة وفتح تخصصات جديدة مطلوبة والتنسير مع النقابات المهنية وإذا أنا لغيت الديوان الخدمة المهنية أنا أريد أنا كيف أدرب هؤلاء وأحلهم ليكون على أقل لهم فرص وثقافة العالم حكيناها في حال الحلقات هون معاكم أخ غيث وأخ ساشا إنه عمال وطن بأمانة عمان عشر آلاف طالبين يكون عمال وطن يعني ثقافة العيب لم تعد ولكن لماذا لم ننظم هذا الموضوع أستاذ عصامي يعني إحنا مستمرين بالحديث بهذا الموضوع لكن بدنا نعرف وجهة نظر الدكتور خلف أهمسات رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق في هذه التعديلات اللي يعني رح تطرع على نظام التعيين في ديوان الخدمة المدنية أهلا وسهلا فيك دكتور يا صباحا خير يا هلو مرحبا دكتور أهلا بيكم يا مرحب يا مرحب دكتور برأيك يعني ما هي الدوافع التي أدت بديوان الخدمة المدنية للتفكير في تغيير نظام التوظيف الحالي وما هي الفوائد المتوقعة من هذا التغيير بداية نعم شكرا أخي فضل يسهد صباحك وصباح المستمعين جميعا يا مرحبا بكم صباح الضيوف وصباح المعزيب كلكم الله يحييك صح صح سيدي صح الله سلمك الصوت عندي شوية اليوم سلامتك سلامتك ألف سلامة أه أخي الحبيب كم علي شبا يعني حقيقة ديوان الخدمة المدنية نعم كان يعني عندما يكون تقدم إليه أعوالي أربع مائة ألف طلب من طالبية التوظيف في الأردن يبقى يعول على هذا الموضوع كثير من الناس أنه سيجي يوم من الأياب يتوظف نعم الدولة الأردنية بكل مؤسساتها المختلفة تستطيع أن توظف في العام ثمن ألاف تسع ألاف موطف لا تستطيع أكثر من ذلك الخرجين سنويا من الجامعات الحكومية يتجاوز السبعين ألف فأنت بتقول حوالي في ستين ألف يعني لو كنا بدنا نوكل كل سنة من الخرجين تسع ألاف في ستين ألف مائلهم وضائف الآن كانت وجهة النظر أنه مدام هي الكفاءة بدنا الكفاءة الكفاءة اللي يتعين سواء كان قديم في التخرج أو جديد نفتح المجال للكفاءة يتقدم لهذا الامتحام وصاحب الكفاءة هو الذي يتعين مدام العدد محدود في التوظيف فهذه النظرية كانت مطروحة قديما أنه يعني الدور بلاش منه الآن خلينا الدور ننتهي منه ونعمل إعلان مفتوح يعني عمان مثلا من عاصمة وبدها مائة موظف مخاسدة نحط على هالموقع بقول نحتاج إلى مائة موظف أو حامل بكالوريس المحاسدة دون أن يكون هناك شروط تخرج البعض عن التنافس يعني عندما تضع أنه أنا بدي بيت محاسب لكن العمر لا يزيد عن ثلاثين أنت شريحة كبيرة جدا ألغيتها وخليتها متنافس على هالتلافص ما دعب بدك الكفاءة والامتحان والمقابلة هي الفيصل للأصل أنك لا تضع للسروط إلا تتعلق بالكفاء والمقابلة هي الفيصل تختار بناء على ذلك لكن مثلا إحنا إعلاني وزارة التربية والتعليم أنا شكتوا قبل حوالي شهر نعم أنه معدل الثانوية العامة يقل على ثمانين وكأنه عطين عمر معين طيب يا أخي الثانوية العامة تسعة سبعين وثماني سبعين وخمس سبعين جاب لك أنه أنت ما دام عام الامتحان تنافسي بدك الكفاءة مش معيار تخبروا الناس تنافسي هذا التخصص تركه بجوز أقول السبعين بيجيب على ماكسب الجاب تسعين في هذا الامتحان تبوّف كان عنده ظروف معينة ووجد في المعدل في التوجيه صحيح نعم فالآن ألغوا هذا الدور نسميا يعني تدريجيا بحيث السنة هذه مثلا 45 من ديوال الخزمة المدرية بالمئة وخمس وخمسين من التنافس السنة القادمة سيكون السبعين وبحيث السبع وعشرين يلتق الدور نهائيا ويكون الدور طيب أنت مدام بدك تفتح مجال لجميع الاهتنافس ماشي حتى المتقدم لدور ديوال الخزمة المدنية أو الجديد أعطيته فرصة للتنافس ما في مشكلة لكن الحضر والخوف الذي حقيقة يراوي نعم نعم أن ديوال الخزمة المدنية لم يعد له السلطة على شفاتية وتدقيق التعيينات إنت الآن تترك للوزارة يعني الأصل أن الامتحانات الأصل أن الاختيار تتم من جهة محايدة للجميع ما بيكون فيها المواطن الأردنين ما يترك فيه جفن والله نحن نشكل بهذا الامتحان نحن ديوال الخزمة المدنية كأمامك ساعد وانت مقبل على الديوال في كاميرا على رأسك من يوم ما تدخل الامتحان إلى حين أن تطلع وبعدين بكامسة تطلع الأسئلة قدامك بتحط القرى تطلع على الأسئلة قدامك حتى ما بتقول فلان فيها وعلا ما بتجهدك جهاد ما فيه فالأصل أن يكون فيه جهة حيادية هي من تقرر الامتحان من تشرف عن الامتحان من تضع الأسئلة كذلك المقابلات حتى تضمن شفاقية لأنه بعد ذلك انت مر علينا يعني قبل سنوات كان هناك كفجة كبيرة أنه إفلان يرى إفلان ما يرى أنه إليه يصل وإليه ما إليه ما يصل لكنه مرت عين فترة فيه شفافية التعييرات عم يتعاد نعم الضوء موجود يعطيني خطأ واحد أنا كان يدخل وضع يقول يعطينا خطأ واحد في ديوان خزنة مدنية بعين ابنه مكان بعين ابنه في مكان جيب بيوجه لك سؤال دكتور إذا تكرمت فضل الصباح الخير يا دكتور صباح الخير اشتقنا لك الله يبارك فيك أنا دكتور بسأل أنه أنت ضليع بديوان الخدم المدني نحكيها بصراحة طبعا الآن يجب الكلام نكون تعيينات البلديات والجامعات وإن تم اطلع أنه في الفئة الثالثة أدت إلى بطالة مقنعة في هذه الجهتين حتى بالأمان مما اضطر إلى أنه بـ 2014 رئيس الوزراء عبدالله نصور أنه حتى الأمان تعينات من مخزون ديوان الخدم الأقلي إشرافيا الآن سيترك الأمور سيترك الأمور لكل جهة هي من تعين ولاحظنا حتى النواب بذكر الحلقة اللي طلعت معانا فيها عندما عينوا مئة وعشرين أو مئة وعشر من أبناؤهم من نواب من أبناؤهم وأقاربهم الدرجة الأولى أنا اللي بسألوا أنه ما ذنب هؤلاء أنه فجأة بعد سنوات والتخصصات الراكذة وعنتم كل سنة تحكي والتعليم العالي تغرد بجهة ما ذنب هؤلاء يعني نحكي تخصصات علم اجتماع ونظروا حلاقي شغل الآن نعم أستاذ عصام أشكرك على هذا السؤال حقيقة بالـ 2014 و15 نثرت لدولة الدكتور عبدالله السور قلت له حتى تستقيم العدالة في المملكة الأوردنية العاشمية لابد أن تخلع أمان والبلديات والجامعات الحكومية إلى التعيينات من خلال دوان خلال البدنية كجهة حيادية وشفافة من مخزون الدوان وأنا ما بطلب لك أنك تأخذ أنت من مخزون الدوان حتى لو أعلنت إعلان بدك واحد إعلان مفتوح حط الإعلان لكن الذي يقوم بالإمتحان جهة محي محايدة تماما حتى الأردنين كلهم يطمئن لهم فلولت الدكتور عبدالله السور وافق على هذا الآن مدام التعيينات راحت للوزرات وتركت دوان خلال مدنية كذلك الجهات رجعنا للمربع الأول دكتور تحملني هذه المرسوسات البلديات البلدية والجامعات ما الذي كان يصدار البلدية وأمارة عمار ما الذي كان يصدار الجامعات أنا ما بدي أقول الجامعة من الجامعات رئيس الجامعة قبل ما يروح أعين مئة مراسل وحارس بسبوع دمان حتى يطلعه وطالح كسر الجاب عن الموت كسر السنوات الجاي يعني سنرجع للمربع الأول يا دكتور راح نرجع للمربع لا بالعكس يعني طيب قضية ثانية يعني أنا عندي أنه فيه الآن في البلدية خلال السنوات الماضية خلال السنوات الماضية تعين خمس آلاف واحد تحت الطاولة يعني تعينات كأنه خمس آلاف برانية هذا اللي علمته برانية يعني تعينات زي ما تقول عام الوطن وكذا روح عين وكذا كنا نقول ممنوع تعينات ودولة رئيس الوزراء بلاغ وممنوع تعينات منعن باتل في البلد يكون جامعة وكذا إلا لعام الوطن شرط يكون عام الوطن وتسللوا عليها وتسللوا عليها والآن صاروا كل التخصصات يحطوا عام الوطن على أن يسمى عام الوطن لكن يحطوا محاسم يحطوا مهندس يحطوا كذا وبعد ذلك يحاولوا يردبوه بعد سلامه هذه حقيقة المصيبة وكارثة ستعود للمؤسسات كلها يعني البلديات رئيس البلدية اللي بي نجح بد يرضي ناخب صحيح وبالتالي لقيها فرصة رح يلاقيها فرصة للتعيينات طبعا الرئيس الجامعة رح إذا ما كان عنده قدر ولكن نحن بش في ضغوطات عندما أنت تضعب تقول التعيين مو عندي روح على دوال خدمة لليا كلب ما حدش يقوله بعد ذلك لكن لما تكون تفتح المجال وإذا رئيس الجامعة أو إذا شخص الأول كسر هذا الأمر بشخص واحد لا يستطيع أن يقاوم بعد ذلك يعني كل واحد رح يقول له أنت عينت فلان والضغوطات تأتي من هان ومن هان حتى تتعاقب فلان وبالتالي هذه قضية كارثية للبلديات صحيح دبتور ليس بالشيك ليس بالشيك حتى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة معني أشياء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة وعددها كبير كانت تعييناتها من خلال ديوال الخدمة المدينة وبإشرافه أصبحت الآن تعييناتها من خلالها وبألاف الدنيا بالألاف وأنا مسؤول عن كلام بالألاف 2000-2500 راتب وروح يروح بعض الموظفين بحجة الكفاءات تابعنا وشفنا كل هذه الأحداث التي تتحدث حتى وزارة المياه قبل عام عينوا وحتى وجدوا متوفين بالتقرير من ديوان المحاسب أنه كان عينين الناس متوفين في ناس كثير ما لهم أصلك دواب ولا بصمات في بعض المؤسسات ويأخذوا رواتب وهم مش موجودين صح مزبوط كل الشكر إليك دكتور خلف الهمسات رئيس ديوان الخدمة المدنية حديثنا مستمر حول نظام الموارد البشرية والتعيينات ومخزون ديوان الخدمة المدنية إلى أين ذاهب وللحديث أكثر بهذا السياق بدنا نرحب بالسيد سامح الناصر رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة يهلا ومرحبا فيك سيد سامح أهلا وسهلا فيك يعني أستاذ سامح الانتقال إلى نظام الإعلان المفتوح وهذا التحول وإن كان يهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة لأنه يعني يثير تساؤلات جدية حول مصير آلاف المتقدمين للوظائف واللي يعني منتظروا من سنوات طويلة دورهم كيف يمكن ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص في ظل هذا التغيير في الآليات للتوظيف صباح خير صاح شاب نصبح عليك وعلى أخي وعلى كل أخوان المستمعين يا هلومار وبحب أشير أنه هذا التحول يعني في الإعلان عن الوظائف الشاغرة هو مش ابتكار أردني يعني بالمواقع هذه هذا يعني أسلوب معتوى في كل العالم إحنا إحنا في الأردن طورنا من فهم المخزون وقوامل الانتظار وأظنني أنا أستنى سنوات طويلة وأنسى حتى ما تسبته من معرفة في تخصصي وبالتالي هذا يعني بدفع الأشخاص اللي بخشوا على الوظيفة العامة يعني يكون يفتقرون حقيقة للمهارات والقدرات التي تطلبها الوظيفة بذلك حتى فترة تجربة في النظام السابق كانت سنتين وحتى يتأهل وحتى يقدر وهذا كله على حساب المواطن نظام الموارد البشرية جديد إخواني اللي جاء كثمر من دمار خارطة تحقيق قطاع العام في ظل جهد الإصلاح الكبير لنقود جلالة الملك وولي العهد فيما يتعلق في تطوير المسار السياسي والتحول حقيقة نحو مفهوم الحكومات البرامجية يعني الحزبية البرامجية نعم وأيضا الإصلاح الاقتصادي وهذا هذول الإصلاحين بدهم وظف أول شي كفو بدهم يعني فاهم أنه موجود يقدم الخدمة للمواطن مش مش يعطل عليه أو يعطل على المساثمر ونحكي بكل وضوح يعني إخواني إحنا عنا مشاثمرين أردنيين يعني تقريبا تثمرات بحوث أربعة مليار طلقوا فيها خارج الأردن نعم وتثمر في دول الجوار ودول الأخرى وأودن أولى بهذه التثمرات حتى نجد أن نتشغل الشباب من العاطر عن العمل لكن أنا لما بوح بعطل عليه المعاملة الموضف وبنفس الوقت إحنا الآن كذي ما حكيت مقبلين على حكومات برامجية إن شاء الله يعني أنا أعتقد يعني يعني نحن الآن نتخلم عن حوالي 100 وأربعة تقريبا نواب يمثلون أحساب من أصل 132 إن شاء الله في الدورة الخادمة سيكون عدد أكبر من ذلك بكثير وبالتالي وصولا أنه فعلا إحنا المواطنين ينتخبوا البرامج اللي يضح الأحساب الأنسب واللي فعلا قادر على تحقيق التطور والنمو والرفاه لمجتمع الأردني إذن إحنا بدنا ننتقل أفضل وبالتالي الإعلان المفتوح أطلا تم اعتماده بالمناسبة منذ عام 2020 لكن إحنا الحكومة مشت فيه بشكل متدرج يعني معنى آخر لتفهم وجود المخزون واللي فضلتوا فيه إنه فيه متقدمين موجودين من سنوات ما مشت فيه مرة واحدة مشت فيه 15% كل سنة منذ عام 2020 هل لا يمكن إحنا بسبب كورونا ما قدرنا نستقبل كل النسب للأمانة كانت النسب بحدود 18% لكن بعدما الحمد لله الأمم بعرض بشكل طبيعي رجعة النسبة نستمشي الآن إحنا نتكلم السنة هذه 45% الترشيح بيكون من خلال المخزون وخبس وخبس نعم بيكون من خلال العلال المفتوح سننقذ إن شاء الله بارتفع النسبة للأعلال المفتوح إلى 70% و30% مخزون ثم إلى 2027 حتى يلتغي الدور طيب أستاذ سامر إذا تكرمت أصبحت منافسة متاحة للجميع يعني من هو في المخزون ومن هو خارج المخزون وأنا بدي أشير لنقطة إحنا توقفنا من استقبال الطلبات الجديدة منذ عام 22 شهر 11 العام الماضي لأنه عملية بصراحة تراكم هائل في الطلبات إحنا بتخرج أننا 70 ألف وإحنا في الدولة منعين تقيضة الحقومة يعني 7-8 ألف لأنه ما بدنا أخت ساشة وأخي غيث إنه إحنا ننتقل يعني إلى مفهوم البطالة المخنعة إحنا نتكلم الآن عن هرم مقلوب حقيقة أنا صار لعشرين سنة وأنا من خلال موقعي يعني في مواقع المختلفة اللي خدمت فيها في دوان الخدم المدني صادقا وحاليا في الهيئة حقيقة ما تتكلم أنه الإخطاء الخاص المشكلة الرئيسي بحاجة لبهان تقنية وفنية وهذا ما أقل عليه سمو ولي العهد عندما زار هيئة اعتماد بمساة تعليم العالي وضمان جودتها وهذا ما قلت شكرا لعالم إحنا 70 بروحه 70% 80% للأسف بروحه التخصصات الأكاديمية والتعليمية المشبعة نعم أيوة التعليمية اسمح لي ساد سامح إذا تكرمت اليوم مخزون دوان الخدمة تقريبا 480 ألف طلب توظيف جزء كبير من هاي الطلبات هم بتخصصات راكدة ما إلها شغل اليوم ما مصيرهم بعد يعني هذا الإجراء نعم يعني هو بالضبط يعني ويزيد قليلا عن الرقم اللي حكيت عنه لكن 50% منهم مهن تعليمية الأمصاف ويعني كل المهن المختلفة احنا الآن اعتبارا من هذا العام بعد أن يعني الحمد لله تضرت التشعرات الجديدة يعني الأمانة بمتابعة حديثة من تموم وأيضا طبعا اكتزام الحكومة نعم سواء الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية بخارضة تحديث الثالث العام وأكد دولة رئيس الوزراء دولة شافر حسد أن الحكومة ماضية في تطوير والاستمرار فيما تم إقراره من مبادرات ومشاريع عن خارطة تحديث القطاع العام نعم نقلنا مخزوننا احنا من المهن التعليمية اللي هي مصر المخزون إلى وزارة التربية وتعليم وأيضا نقلنا مخزون الديوان سابقا من الطلبات إلى وزارة الصحة لتكون بخدمة هذول الوزارتين والعمل على الترشيح منهم حسب النسبة المقررة للمخزون حكينا احنا 45% بدي يكون من خلال المخزون مش هيكا اذا بوقتهم من المخزون مباشرة يعني احنا الآن فقط نستندهم فنيا ندعمهم باحتياجاتهم إذا احتاجوا بعض الخبرات اللي من عندنا لكن الآن الديوان الهيئة لا ترشح الذي يرشح هو إدارة الموارد البشرية وتطوير أداء المؤسس في وزارة الصحة والتربية حسب النسبة 55% بأعلنوا عنها وزارة التربية ممناسبة قبل هذا سؤال مهم التعليمات الاستقطاب والتعيين اللي هي أخرت قبل تقريبا يميان والتي تضمنت يعني طبعا هي أخذت على الاستمرار في موضوع الإعلان المفتوح إنها جاءت لأوة مرة بشكل يمأسس عملية الاستقطاب والتعيين بشكل منظم من خلال حوكمة الإجراءات وضع مدة زمنية محددة يعني على الدائرة إنها جاءل لمدة لا تقل عن سبعة أيام إعداد قائمة في النهائية بالمتقدمين قامت الفرد يعني خلال شهر نشر النتائج الدائرة على الرابط تبح وتعطيهم مجال للإعتراض خلال ثلاث أيام وهكذا إذن في عملية منظمة مربوطة في مدد بس هاي الإجراءات لا تضمن شفافي التعيين وإنه المسؤول يعين يعني قرابته خلينا نحكيها بصراحة جاي أخي غيث جاي عليك هلا يجب أنه أنا أبين للمواطن لماذا تم رفض طلبك يعني معنى آخر لأن الطلب ولم يقبل مشقولنا أن المواطن له حق الاعتراض هذه التريمات تريمات للسطاب التعيين حقيقة جاءت بمنظومة متكاملة تضمن الشفافية والمكاشفة وأيضا زي ما حكيت ربستها في مدة زمنية إذن هو له حق أنه يأثر خلال ثلاث أيام الدائرة لازم تجاوب وتقول له ليش تم رفض طلبك خلال أسبوع من تاريخ رضي من الاعتراض هلا بنفس الوقت بنفس الوقت والأهمية أنزمت للسعليمات للإستقطاب والتعيين للدوائر أن تضع قنوات معتمدة معلنة إلكترونية لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين وأعطائهم الحق لإبلاث عن أي ملاحظات أي شكاوى أو حتى تحياتي يا دكتور سامح أنا صحف إعصام بيذين أهلين أخي إعصام يعني أنا سؤالي ربما تكون إذا بتسمح لي طبعا سدرك يكون متسع أنه قد يكون هذا نظريا صح ولكن أنت بتعرف أن تطلع عمرك بديوان القدم المدني سابقا شو اللي جرى بالبلديات شو اللي جرى بالجامعات وصارت بطالة مقنعة الآن سيترك الحبل بالغارب أنا بلديات ممكن أعين مية أطلب مية الجامعات الآن وماذا بأربعمية وثمانين ألف طلب وعدم تنسيق الحكومات المتعاقبة بموضوع التعليم العالي لا زالت التخصصات الرك سعين توضعت إشارات ضوئية على الطلبات وبالتنسيق ولكن ما مصير هؤلاء بتخصصات لا يمكن يقبلها القطاع الخاص يعني مكتبات وعلم اجتماع وعلم الناس ما مصيرهم يعني لماذا لم تكن التفكير أكبر من هيك نحكيها بصراحة دائما نتحدث وبعدين عن التطوير نتكلم وبالحكومة الحالية وحضرت أكسرت في مرتبة وزير يعني أسئلة تطرح كثيرة تحملنا هل هو سيدي احنا يعني أنا بشكر لأخيها الصعب أول شي احنا زي ما حكيت قبل شوي أنا وعلى بسمع من الإخوان جميع المستمعين من 20 سنة وإحنا نقض مؤتمرات ومنطلع منشورات ومنطلع اللي في لسم ومنطلع تقارير ومنقول يا عمي القطاع الخاص هو المشغل الأساسي زي كل دول العالم القطاع الحكومي لا يستوأب إلا نسبة معينة 10-12% من الخرجين السنوي إحنا من خرار لـ 70 ألف أنا بتخلم عن الدبلوم والمهنة الجامعية مين المسؤول هذا السؤال مين المسؤول هل هنا هنا في عدة أسنزيهات مسؤولة بداية للأسرة المسؤولية الجهة الحكومية أنت بتتذكر دكتور في السبعين كان التعليم المهني في المدارس ونذكرها نسبة معينة يروح على التعليم المهني إلزامي من معدل واشتراعات معينة والقسم يذهب إلى التعليم الأكاديم ترك الحبل للجامعات وأخذت تخصصات راكدة والآن دفعت الناس ثلاث مليارات وأبناءهم لا يستمر أنا لم أستطيع أن أفوت أنا في قضايا فرعية بس إحنا مشاهد الحقيقة إحنا يعني الأصل أنه أنا بعي مسؤولية قراراتي كأسرة ببداية يعني معنى آخر أنا شايف وأنه هذا الضخ الكبير من مخرجات التعليم العالي في المهن الأكاديمية التعليمية أنا أقولك نص المخزون هو مهن تعليمية إذن أنا قديش بحتاج أنا من هاي التخاصات الأكاديمية مش بس في الأكاديمية أحكي بشركة أكل أكثر وضوحا حتى في التخاصصات اللي إحنا في تقافتنا المجتمعية نعطيها أولوية زي الطب والهندس أخي عصام خليك ما بس تقاطينيش هنوضح الفترانة إحنا الآن الآن عندنا 32 ألف طبيب أما قادر دراسة إنت الآن أخي عصام أو الأخت تاسا ولا غير الأستوديو اللي عندك بوسها ألف واحد بقدر أحط فيه عشر تلاف طمي المسؤول ليش ما تضبط الجامعات اللي فتحت التخصصات إلى اليوم يا دكتور سامح إنتو حاطين حتى على صفحتكو التخصصات الراكدي ومع ذلك لازلت الجامعات تدرس إحنا دولة يعني عفوا إحنا مش دولة يعني حتى الأنظمة الشيوعية لتركة التنظيم والتخطيص الشمولي لا مش تخطيط ما بالمتخصصات خليك معي أخي كريم لا تستطيع الدولة أن تنزل منك شو تدرس أنت مفروض لحنا تجيزي حتى ألمانيا بريطانيا اليابان حتى في الدول العربية ما دولة ما دولة في شو تدرس نعم إحنا اللي قاعدين نحكي بتقلل بتنظم من دعين من نقول القطاع الخاص مش بحاجة لمهن تعليمية وأكاديمية هذا شي واضح مش بحاجة لأطباء القطاع الخاص بحاجة لتكشي بحاجة لفنيين تقنيين وهذا شي واضح ومعروف وبعلم توجهنا إحنا كأردنيين نميز أولا للوظيفة العامة بدنا روح كنا في المظافيين والشغلة الثانية نبتعد عن العمل المهني والحرفي والتقني هذا شيء موجود بتقافة الأسرة أخي الكريم لذلك قد ما كان في محاولات في العمل المهني قد ما أقول لك نحكي في إصداراتنا راتب التقني والفني والمهني اللي بروح بشتغل في المصانع أخي الكريم ضعف راتب أي موضح حكومي نحن لازم كان نعم أزم إحنا يمكن دهمنا الوقت يعني للأسف طيب يمكن فقدنا الاتصال بالأستاذ سامح الناصر رئيس هيئة الخدمة والإدارة العام والحديث يطول حول كل هذه التفاصيل يعني هناك إجابة مقنعة عن المنظومة كاملة البحث عن الحيادية والشفافية والموضوعية في التعيينات حكينا عن الجامعة الأهمية يكون في سلطة لهذه الهيئة على ضمان شفافية التعيينات يعني من تعرضوا للضرر 480 ألف لا يعرفون مصير صحيح بدي أشكرك كل شكر سيد عسام بيضين على طرح هذا الملف والحديث يطول فيه يعني زي ما حكينا مصرحة مصرحة اشتركوا في القناة